سيد الثقل وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فضيلة الأستاذ الدكتور عبداللاطيف رئيس قسم اللغة العربية في كلية بي أجيام ومدسق الندوة سعادة الدكتور السيدة أنيدة عميدة الكلية سعادة الدكتور سجيد برلا عضو المجلس التشريعي لبلائة كارلا سعادة سيد سوريش الأمين العام لمجلس أولياء الأمور طلبة هذه الكلية سعادة الأخ الفاضل نسيم حمزة أحمد مدير مركز الترجمة link or bit سيدنا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة سعادة الأخ الفاضل نسيم حمزة مدير مركز لترجمة والخدمات ورئيس تحرير صحيفة الهندية التي تتخذ دبي مقرا لها سعادة العجيندران رئيس قسم اللغة الإنجليزية الضيوف الكرام أيها الحفظ الكرام وحييكم بتحية السلام والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لمن دواع الغبت والسرور إنه لشرف وإنه لشرف لي أن أكون معك هذه الندوة المباركة والتي تقام خصيصاً ومن أجل اللغة العربية والتي تحمل عنواناً اللغة العربية تعلمها وإمكانياتها وبادي ذي بد أتقدم إلى قسم اللغة العربية في هذه الكلية وعلى جميع القائمين على هذا السرح التعليمي وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عبداللطيف ومنتسب الكلية وإداريها بكل آيات الشكر والعرفان على هذه البادرة الطيبة وهذه البادرة الطيبة التي تعتبر خدمة ورعاية ونشراً للغة الضاد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم هذه المساهمة الطيبة والقيمة والتي تعود بالنفع العام على اللغة العربية والتي أتمنى أن تساهم في رفع شأنها وانتشار سيتها خاصة في هذا الظرف الراحن الذي يتطلب منا جميعاً كلما في وسعنا من بذل الجهود وفي سبيل نشرها وإنه لا يخفى عليكم أن اللغة العربية التي تحمل لقب اللغة الضاد تعتبر من عالم وأشرف وأقدم وأغناء لغة في الكون تتسم بقداسة تتسم بقداسة لكون أن الله تعالى اختارها لغة للقرآن الكريم وأنها زحفت إلى الميدان العالمي فاتسبت أهمية علما في المحافل الدولية وعترفت من بين ست لغات يتم تعامل بها في هيئة الأمم المتحدة وفي منظمة يونسكو وهي لغة رسمية لأكثر من ثلاثين دولة ويتحدث بها ربع سكان العالم وهي لغة الدين ولغة علم ولغة التراث ولغة التاريخ والحضارة والفن بمختلف أنبائها ولغة العدب أيضاً ولغة الشعر وهي بعاء وكنوز للمعارف ونقلت من خلالها العلوم والحضارة إلى أوروبا يوم كانت معالم الدول الأوروبية تعيش في ظلام دامس في القرون الوسطى فساهمت العربية في نقلة نوعية وسحوة علمية ونخلة ثقافية يعيشها الغرب وهي تدين لهذه اللغة في التقدم الذي تشهده البلاد وهي لغة تتحقق فيها كل أسباب التقدم والإزدهار وليس كما يشن ضدها من خروب عشواء من أجل الحق من خذرها وتدعي وتزعم أن العربية لا تصله أن تكون لغة علم وتكنولوجيا وأنها لا تستوعب المستلحات الحديثة وشائر النيل الحافل إبراهيم قام بالدفاع عنها والذوذ عن حياظها ودحل هجج القائلين بلعفها إذ قال وَسِعْتُ كِتَابَ اللَّهِ لَفْلًا وَغَايَتًا وَمَاضِكْتُ أَنْ آيٍ بِهِ وَعِظَاتِي أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي وإنه أيضا مما لا يخفى على أحد أن ولاية كيرلا لا تختلف عن بقية الولايات الهندية حيث تتميز بكثرة عدد مؤسسات دينية ومعاهد ومراكز التعليم ومدارس وكليات عربية وجامعات حكومية وغير حكومية كلها تعنا باللغة العربية وكلها ساهمت في رفع شأنها ونشرها ولكن الحديث هنا لا يقل أصفاً وهو حديث ذو شجون عندما نتناول هذا الموضوع ونبحث عن الوضع الراهن ومستوى تدريسها ورغم توفر الإمكانات الهائلة مادياً وما زالت العربية تعاني من الضعف وهناك الكثير من العيوب تشوب طريقة التدريس التي يعتمد عليها في تدريسها في هذه المؤسسات التعليمية وأنا لا أستطيع أن أتحدث عنها بشكل تفصيلي في هذه العجالة إلا أن أصلت عليه بعض الإشارات الضوئية ومن أهمها كما أعتقد أن طريقة التدريس التي نتبعها هنا حالياً في بلايتنا طريقة بدائية وباعدة وتقليدية وتلقينية وهذا من أكبر العيوب يحوطها ابتداءً من المرحلة الابتدائية وانتهاءً بالمرحلة الجامعية وهذا إن دال على شيء فإنما يدل على أنه خلل كبير لابد من تشخيصه وعلاجه وثانياً أن أبناء هذه المؤسسات لا يجدون جواً مناسباً داخل الصفوف ومن هنا تظهر أهمية خلق جواً مناسب حيث يستمع الطلاب إلى اللغة وهي إحدى المهارات الأربع للغة وعلى المتدرسين بذل مضاعفة الجهود في هذا المجال وعاني بهذه الكلمة أن مدارسنا في كليتنا في بلايتك يرى الأساتذة غير مؤخلين وأنهم لا يستطيعون نقل هذه اللغة حية في داخل الصف والطلاب يحرمون من سماعي هذه اللغة وهي كما ذكرت أن الاستماع تبدأ من المهارات الأربعة لأي لغة من اللغات وعلى المعنيين باللغة العربية إعداد مدرسين أكفى وذلك بإعتائهم دورات تدريبية تؤهلهم لأداء هذه المهمة وباستخدام البسائل المتاحة ومن التقنية وكما يجب علينا أن ندرك جيدا أن هدف اللغة أو الغرض من تعلمها ليس من أجل حفل من أجل حفل قواعد النحو والصرف وإنما من أجل التواصل والاتصال الغرض الأسمى التي نريدنا عنها في تعلم كل لغة من اللغات لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط لابد أن نهتم بأن الاتصال تم أو لم يتم مدام أن الاتصال تم بين هذا الشخصين هذا هو الغرض الأسمى التي نريده من تعلم أي لغة من اللغات ولكن بالأسف الشديد هذا التواصل وهذا الاتصال لا يتم من خلال تدريس اللغة العربية في بلادنا وهذا الذي كنت أعنيه هذا الخلل التي يشوب التدريس اللغة العربية في بلادنا أو في بلايتنا وقبل أختم حديثي أريد أن نتطرق ببعض الكلمات بخصوص ما يتعلق إمكانية هذه إمكانية الوظيفة من خلال تعلم اللغة العربية في دول الخليج في مجال الوظائف والفرص العديد المتوفرة هناك لمن يجيد العربية مع اللغة الإنجليزية كأنه يستطيع أن يتعامل مع العربية ومع الإنجليزية كثناء اللغات مما يؤدي إلى تحسين وضعه المادي الذي يشتغل في الخليج الذي يريد أن يذهب إلى دول الخليج من أجل الوظيفة أو طلب الجزق لا بد أن يكون إذا هو يجيد اللغتين العربية والإنجليزية وهو يرى أمامه فرصا عديدة ويمكن تحسين وضعه المادي يمكن يحصل على راتب بضعفين أو أضعاف في الراتب وهذا الموضوع سوف يتترق إليه الأخ الفاضل نسيم حمزة في ختابه الرئيسي في هذه الندوة وأنه من حصن أو حظكم أنكم تحظون بهضوره وأنه أجدر وأحق أن يتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل لكونه أنه رجل ملحم ويلعب بدور كبير في تدريس اللغة العربية عبر قنوات التواصل الاجتماعي كاللغة الاتصال كاللغة الاتصال والتواصل وأن برنامجه فيه نموذجي ومثالي يشهد له الكثير من مطابعيه بالخير وشكر على لوئ تجربته على لوئ تجربته الخليجية حيثو إنه تقلب مناصب وظيفية مرموقة هناك في الإمارات مما مكنه من اكتساب المهارة في إعطاء الدروس أكثر من رام بطريقة تجذب الدارسين وتصوّبهم وتعلم الأربيين بهذه الطريقة والتي أريد أن أعتزوا بأن أقول لكم بأنها أتت لها وستقبل على يديه العديد من الدارسين وهم وصلوا إلى مرحلة الإتقان في اللغة العربية كلغة التواصل والاتصال وأتمنى له كل النجاح في هذا المضمار الذي هو دخل فيه وأخيرا وليس آخرا أتمنى قلبا وقالبا كل النجاح والتوفيق لهذه الندوة التي بادرت بها الأخ أبداللطيف دكتور أبداللطيف كأنه رئيس لها لقسم اللغة العربية في كليتكم وأتمنى وأتمنى أن تكون هذه الخطبة إيجابية للمضي قدما في تحقيق ما نسبو إليه من أهداف نبيلة وأغراض سامية من أجل خدمة اللغة الضواد وأشكر القائمين عليها والشكر موصول على إتاحة الفرصة لتقديم هذه الكلمة البسيطة وأشكركم على إصغائكم باستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 لنا صديق عبدالقادر شكرا لنا لتف 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 آخر قائمين okay موسيقى 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 لأنها تقبل أن اصلاح بك أنه ليس لكي أشدار انسان مخفروقت في ثب joking. لأن fiancé يمكن أن تدفع سربيق و أنه لا يمكن أن تخبر رمضا. لأننا لجميع أن نحصل إلى الموضوع وضعك في الأمل يبدأ. فعليت الذي يجب أن نتعلم. لأنه يتم علم ذلك الآن في الأمل يبدأ. لكن الحوالي يجب أن تتعلم من أجل الوقت. لأن على البعض ، اليوم ، فإن أن هذا النمر يجب. أмеسمكم الحقيقيان في بعض الأحضار. لابد أن أبداً تستطيع الأحضار. كنت تعالى ، إِنجِنЕmin interessே اليوم إِنجِن Ethereum하고 إن heeft الإعناء کے Они بدأت مجد madre إِنجِنЕbin بإمكان الله blank file between the countless skills كانت أخرى أن أخرى أن الاشتراكي لا يفكر أيضا ما يفكر فيه فريدين كنا مع نفس الدولب كنات أخرى أن تفكر في موجودا وعندما يفكر في استطالي في العالم وما يفكر في سبيل موجودا لكنه لا يمكنك أن أتفاده معكم. هذا يعني أنني أصدقائي معرفة وكأنني أصدقائي معرفة وفلك فقط في مستقبل. لكن بنا سأفعل شيءً عن مستقبل. ولدفعي رأيته. ولدفعي رأيته. هل سأفعلني ا PCsك؟ أنت صرف عنه. أنت دخلق لديم سؤال على الصراحة. فأنا سأشك في الصراحة. لكنني لا تدرس بفعله جدا. كيف تقدم ادتهادته؟ ولكن بثمانة اللحم اس وقت في الدرجة الإنسان. لكنني أتدأل أن الدخل لديه فقط. كيف تقدم كانتهم فقط. ولكنه يمكن الأممان على الصراحة. ولكن ليس بشكل الأمان على الطريق. ولكن لم أعطب التبدي في الصراحة. لأن نتحدث عن إلى الصراحة المترجمات. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة